Clinical Feature of ALL الصورة الإكلينيكية لسرطان الدم اللينفوي الحاد ALL يشعر الشخص الذي يعاني من سرطان الدم اللينفوي الحاد بفقدان الطاقة بسبب نقص إنتاج خلايا الدم الطبيعية ويحدث هذا عندما تتجمع خلايا سرطان الدم في نخاع العظم خارج خلايا تكوين الدم الطبيعية وبالتالي فإن المرضى الذين يعانون من سرطان الدم اللينفوي الحاد لا يكون لديهم أعداد كافية من خلايا الدم الحمراء الناضجة وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية هذا السرطان عادة ما يصيب البالغين وخاصة من عمر الخمسين فما فوق هذا السرطان عادة ما يصيب الأطفال كما يصيب البالغين أيضا ويعد من أكثر السرطانات شيوعا في مرحلة الطفولة وخاصة ما بين الأطفال من ثلاث إلى سبع سنوات حيث يشكل ما نسبته ثلاثون بالمئة من الأمراض السرطانية التي تصيب الأطفال تؤدي العديد من التغييرات الجينية المميزة إلى تكوين الأرومة اللينفوية وتشمل هذه التغييرات الطفرات في الجينات الفردية ونقل الكروموسومات وإعادة الترتيب داخلها فتنسخ الأرومة اللينفوية الأولية نفسها إلى عدد مفرط من الخلايا اللينفوية الجديدة ولا يمكن لأي منها أن يتطور إلى خلايا لينفوية عاملة وتتراكم هذه الخلايا اللينفوية في نخاع العظام وقد تنتشر إلى مواقع أخرى في الجسم مثل العقد اللينفوية الطحال الدماغ مما يؤدي إلى الأعراض الشائعة للمرض العلامات والأعراض لسرطان الدم اللينفوية الحاد A.L.L. تشمل أعراض خفاض عدد خلايا الدم الحمراء فقر الدم إعياء دوخة بشرة شاحبة ضيق في التنفس أثناء ممارسة الأنشطة البدنية العادية تشمل أعراض خفاض تعداد الدم الأبيض نقص الكريات البيض الالتهابات المتكررة حمى تشمل أعراض خفاض عدد صفائح الدموية قلة الصفايحات نزيفا طويل الأمد من جروح طفيفة ظهور بقع حمراء على الجلد تسمى نمشات دما في البول الكدمات بسهولة نزيف الأنف المتكرر ونزيف اللفة تشمل الأعراض العامة الأخرى لسرطان الدم اللينفوي الحاد تعرقا ليليا عدم الراحة في العظام أو المفاصل تضخما في الطحال أو الكبد أو الغدد اللينفاوية ألم العضلات فقدان الوزن غير المبرر أو فقدان الشهية آه شكرا